تتسارع وطيرة التطورات الأمنية في العراق وتنذر بانفجار ميداني مركزه محافظة نينوة وتحديدا قضاء سنجار الذي شهد توترا تجاوز الحدود المحلية والإقليمية إلى المستوى الدولي أرتال ضخمة لميليشيا الحشد تتدفق إلى سنجار وتنبئ عن انهيار اتفاق بغداد وأربيل حول المنطقة مسلح حزب العمال الكردستاني التركي بيكاكا يعززون مواقعهم في سنجار تهديدات تركية نارية لبيكاكا التي تصنفها أنقرة ومعها كثير من الدول الغربية منظمة إرهابية حكومة أربيل تذكر بغداد بضرورة الاتزام باتفاق سنجار الذي يقضي بانسحاب الميليشيات من القضاء وحصر ملفه الأمن بيد الجيش الحكومي فقط التقارب بين ميليشيا بيكاكا وميليشيا الحشد دفع الأخيرة إلى إرسال أرتال ضخمة إلى سنجار تزامنا مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية موسعة في العراق لضرب بيكاكا وما يزيد من تشبك أطراف الصراع هو زيادة حلف الناتو عدد قواته في العراق بمعدل ثمانية أضعاف وكما تكشف مصادر وتؤكد مواقع إخبارية مثل دويتش فيل الألمانية فإن مهمة الحلف الجديدة في العراق هي ضرب ما سمتها الجماعات المارقة في إشارة إلى أذرع إيران في العراق نقطة التأزم في التطورات الأخيرة هي تغول ميليشيات الحشد في قضاء سنجار باتجاه مدينة أربيل حيث تحولت بلدة مخمور إلى ثكانة عسكرية ما أثار غضب حكومة كردستان وقرب قوات البشمرقة من الانخراط في أي عملية عسكرية محتملة تستهدف ميليشي الحشد التطورات الميدانية في سنجار قد تنعكس على التموضعات السياسية الإقليمية وخصوصا بين تركيا وإيران باعتبار أن الأخيرة تدعم الحشد المتعاونة ضمنيا مع بيكاكا أما أنقراء تهدد بعمل عسكري ضد بيكاكا وبنفس الوقت تعتبر تركيا عضوا نافذا في حلف النيتو الذي زاد من نفوذه في العراق